خلال الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء نوه المجلس بالجهود الوطنية التي يبذلها أعضاء فريق البحرين في تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي وحظيت هذه الجهود بالإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة ومنها ما أكد عليه تقرير النقد الدولي الأخير بشأن مضي مملكة البحرين نحو تحقيق الأهداف المنشودة في برامجها المالية والاقتصادية جهود وطنية بذلها أعضاء فريق البحرين في تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية حملت أمانة رسمها وتنفيذها على أرض الواقع الكوادر البحرينية المؤهلة من فريق البحرين بكل تفان وإخلاص حظيت هذه الجهود بالإشادة من المنظمات الدولية المتخصصة كان آخرها ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مضي مملكة البحرين نحو تحقيق الأهداف المنشودة في برامجها المالية والاقتصادية ونظرا لما تزخر به البحرين من كوادر بشرية كفؤة تمثل فريق البحرين من كفة القطاعات الاقتصادية والمكونات المجتمعية وما تسخره من جهود وتمتلكه من مقومات استطاعت من خلاله خلق نهضة وطنية جديدة مثلت قصة نجاح في خدمة المواطن وتمكينه انطلقت من المحلية ساعية لأن تكون مملكة البحرين مركزا لخدمة اقتصادات المنطقة للاستفادة من نموها فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريص على مواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كالخدمات المالية تقنية المعلومات والاتصالات السياحة الخدمات اللوجستية النفط والغاز والصناعات التحويلية من خلال العمل على تعزيزها وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في توسع كل قطاع والمؤمل منه رفض الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتوفير الفرص للمواطنين ويؤكد فريق البحرين دائما على أهمية تطوير السياسات وتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص من خلال العمل على تحقيق التوازن المالي سعيا للاستدامة الاقتصادية حيث تعد هذه التحديات فرصة لتحقيق الأفضل وإذكاء روح المبادرة والابتكار التي يتميز بها العنصر البشري البحريني باعتباره أبرز الموارد واللاعب الرئيس والمؤثر في نجاح الخطط والمبادرات التنموية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر